اشتركوا في القناة فريكتال لحظي كان عندنا فريكتال لحظي وكان عندنا فريكتال سابق طبعا هذا الفريكتال اللحظي يا اخوة المفروض ان احنا كنا نتعامل مع الفريكتال لحظة بس نطلع الفريكتال السابق اللي ذكرنا في الفيديو الماضي طبعا هذا الفريكتال يا اخوة لحظة هذا الفريكتال يا اخوة هو كان فريكتال متوسط تمام وكان مضبوط انه احنا بنمشي مع الفريكتال الى الهدف لكن ظهر عندنا فريكتال زي ما تحدثنا في الفيديو الاخير كان فريكتال لحظي وحنا اتعاملنا معه على انه فريكتال متوسط وهذا كان الخطأ في شكل الحركة معه انه دخلنا دخلنا طبعا بالفرص واخذنا ربح طيب جدا انا دائما اقول للزملاء انا بعض الاحيان احط فريكتالات يا اخوة تمام اذا وجدت انه في خطأ او اخفاق انا اتدارك الامر بشكل سريع جدا واوضح للزملاء تمام واوضح للزملاء مثلا احنا اتعاملنا مع الفريكتال اللحظي بهذا الشكل واشترينا من هذه المناطق والجميع يعلم ذلك وحصل التذبذب اللي صار وبعد ذلك حصل الصعود فعلا الى الهدف اللي احنا حددنا طيب بعد صعود البتوكوين يا اخوة بعد صعود البتوكوين تقريبا الى خلونا نسجع للشارت طبعا احنا دخلنا من هذه المناطق هذا الفيديو فقط للتوضيح طبعا احنا دخلنا من هذه المناطق يا اخوة زي ما بالفريكتال واضح وطلعنا بالربح في هذه المنطقة تمام طلعنا بالارباح في هذه المنطقة تقريبا ايوا عند 2200 طيب الفريكتال اللحظي طبعا هو قصير يعني لحظي ماهو زي الفريكتال المتوسط اللي عطانا هبوط الى هذه المنطقة ومن ثم صعود الى 27000 انا مباشرة عندما اختلف الفريكتال في هذه المنطقة تمام عندما اختلف الفريكتال يا اخوة اللي هو الفريكتال اللحظي اللي هو هذا الفريكتال عندما اختلف في هذه المنطقة عند الهدف تماما انا عرفت مباشرة انه انقطع الفريكتال اللحظي تمام ولازم نرجع مع الفريكتال المتوسط ونبهت على ذلك في عدة تغريدات ودخلنا الشباب مجددا في هذه المناطق انا استمريت مصمم على الهبوط او التصحيح هذا الفريكتال اللحظي الى ان يتضح الامر بعد ما اتضح يا اخوة مباشرة جددنا الفريكتال او جددنا الشراء ونبهنا انه راح نتحرك طبقا للفريكتال المتوسط حاليا حاليا الفريكتال المتوسط محدد اهداف تقريبا زي ما تحدثنا عن 2700 2627700 ظهر لنا حاليا فريكتال يؤكد الفريكتال المتوسط طبعا فريكتال لحظي هناك فريكتالات متوسطة او هناك فريكتالات لحظية زي ما حددنا مثلا يوم امس انه فيه صعود عنيف في البداية تذبذب بسيط ومن ثم الصعود الى تقريبا 27000 دولار لسعر البتكوين حاليا هذا الفيديو للتوضيح انه ان شاء الله باذن الله الهدف الهدف القادم ان شاء الله هو عند هذه المناطق حاليا زي ما هم وضح في الفريكتال بدقة من يوم امس احنا حاطين الفريكتال اللحظي شوفوا الدقة حاليا فيه تذبذب بسيط ممكن نرجع الى تقريبا 24200 24300 ومن ثم صعود من تذبذب وصعود الى الاهداف طيب احنا كنا مشتريين تقريبا من 23700 ومن عند 23900 الاشتراع اللي سويناه من 23700 خرجنا بالارباح تبعوا يا اخوة في هذه المنطقة تمام حاليا يتبقى معنا الشراء اللي موجود عند 23900 احنا حطينا الوقف عند 23700 فقط ونكون في الامان وننتظر الاهداف يا اخوة ان شاء الله باذن الله في موجة صعود عنيفة بيكون هدفنا فيه الامن الهدف الامن هو عند 27 بعض الاخوة اللي يتابعوني تمام بعض الاخوة اللي يتابعوني انا سبق واتحدث قلت يا اخوة اللي يحب يتابعني لازم يتابع التحديثات بعض الاخوة بعض الاحيان بيحصل تحديثات يا اخوة انا اتعامل مع فريكتال ولا اتعامل مع مؤشرات لازم هذه المعلومة توصل للجميع انه الفريكتالات دائما تتحدث تمام؟ يعني فيه تحديثات للفريكتالات انا بمشي على فريكتال متوسط فيه فريكتالات لحظية ينتهي محي فريكتال لحظي ويظهر فريكتال لحظي اخر وهكذا فبعض الاخوة تلاقي هجيني على مثلا قد ربما يجيني احد الاخوة يقول يا ابو سامن تقول راح ينزل الى 2200 فعلا انا وضحت انه اذا كسر 23300 ممكن ننزل حسب الفريكتال المتوسط الفريكتال المتوسط اللي كان عندنا بناءا عليه انا بعطيك معطيات واحد زائد واحد ساوي اثنين ادخل من هذه المنطقة اذا كان فيه احتمالين انا بحط لك الاحتمالين انه اذا كسر كذا ممكن نروح كذا طبقا للفريكتال بس برجح فريكتال معين يعني زي ما قلت لكم مثلا بالامس انه انا مع الصعود بشكل عنيف الى الاهداف العلوية لكن في حالة انه كسر وضربنا مثلا 23300 راح ننزل لهدف الفريكتال اللي كان معانا السابق عند اثنين وعشرين وميتين تمام فانا ما بقول لك مثلا انه زي باقي التحليلات يعني انه يقول لك اذا كسر هذه المنطقة راح يصعد اذا كسر هذه المنطقة راح يهبط لا ما هو كل مرة ان اوتي هذا السيناريوهات الا نادرا عندما يكون عندنا تعارض في الفريكتالات او يكون فيه عندنا احتمال مع انه انا تحدثت سابقا في هذه المنطقة انه السوق للاستثمار طيب جدا والشراء في العملات الرقمية ممتاز جدا عندما كانت تكوين في 2900 وذكرت هذا في تغريدة يا اخوة لكن انا عندما اتحدث عن الفريكتالات هذه هي كمضاربة لكن اللي كان حاب يستثمر كان حيستثمر من هذه المنطقة خلاص ويترك يشتري ويترك ان شاء الله بإذن الله رأيي رأيي الشخصي انه منطقة 27 حتى للمستثمر قد ربما تكون منطقة تصريف ليش يا اخوة لانه ممكن نسوي تذبذب عرضي عند 28 او 27 وفيه تصحيح فيه تصحيح يستحق يعني كمستثمر مثلا انا يهمني المستثمر يهمه مثلا مسألة سبعة الف دولار خمسة الف دولار تهمه مثلا اذا حصل فيها هبوط لكن المسألة الالف والالفين دولار هذه لا تهم المستثمر تمام تيح حالة التصحيح لكن كمضارب انا دائما اتعامل مع الشارت كمضارب تمام مضاربة لذلك حبيت التنوي انه ممكن عند منطقة 27 او 28 قد ربما يكون فيه هناك تصريف تصحيحي لكن احنا انا افضل ننتظر الفريك 3 لانه بيكون واضح جدا ايش راح يسوي السعر ونمشي خطوة خطوة تمام طبعا اتمنى من الاخوة اللي بيتابعونا انه يفعلوا الجرس في اليوتيوب والاشتراك في القناة زي ما تحدثنا سابقا انه كل ما زاد عدد المشتركين في قناة اليوتيوب كل ما كثفنا الشروحات والفرص على القناة هذا ما حبيت ان اطلعكم عليها اليوم يا زملاء وربنا يوفق الجميع ان شاء الله في يمان الله في يمان الله اشتركوا في القناة